أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الله في دين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الرافرين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والشمس والقمر رأيتهم لساجدين قال يوسف لأبيه يا أبيه يا أبيه يا أبيه شكرا يوسف يقدل لئك كيذا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك ولا آل يعقوب كما أتم هغلا أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أعب إلى أبينا منا ونحن أصبت ونحن أصبت إن أبال في ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب بيلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا ما لك لا تأمنا ما لك لا يوسف وإنا له لناصعون أرسلهم ما ناذي يرطوا يخلوا وإنا له لحافرون قال قالوا لئن أكله الذئب ونحن نصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا وأوحينا إليه لتنبئن بأمرهم هذا وهم لا يشعرون يشعرون وجاء أباهم عسى أن يبكوا تحضرون عسى ويلا يشعرون يشعرون يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لها ولو كنا صادقين موسيقى وجاءوا على قميص إيب من كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيات فأرسلوا واردهم فأذلى ذلوه قال يا بشرى هذا ظلام وأسره والله عليم بما يعملون وجاءوا على قميص إيب من كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأرسلوا واردهم فأذلى ذلوه قال يا بشرى يا بشرى آخر الغتم يا بشرى اشتركوا في القناة وشروه بثمن بخس دراهم معدوذة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه تاوير الحديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يغلهون ولما بلغ اشده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وغلقت الابواب وقالت ذو بيت لك قال معذر الله وراودته التي هو في بيتها النفسه وغلقت لبواب وقالت إيت لك قال ماذا الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون ولقد أمت به وهم بها لولا أرضى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحساء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء من إلا يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيب صدق الله العظيم استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة العطرة من صورة يوسف تلاها علينا القارو الشيخ مصطفى إسماعيل وكانت بمناسبة ذكرى